بسم الله الرحمن الرحيم يعني النهاردة برحب بكل ابنائي من طلاب الاكاديمية طلاب الجدد بقول لهم مبروك عليكم التحقتوا بواحد من اكبر الصروح العلمية اللي موجودة على ارض مصر اللي موجودة في الوطن العربي صرح علمي متميز بقول لابنائي القدامة اللي هم يعني ان شاء الله مكملين معنا بقول لهم كل سلام طيبين الحمد لله بالسلامة رجعتوا تاني لبيتك ولادي الاعزاء ابناء الاعزاء برحب بيكم بالاصالة عن نفسي بالنيابة عن كل اسرة الاكاديمية كلنا سعداء بعودكوا وانضمام زميلكم الجدد للأكاديمية الاكاديمية يعني حقيقة كل يوم بنزداد فخر بيها نتيجة التقدم الكبير اللي بتحرزه في شتى المجالات والثقة الكبيرة اللي بتحوز عليها الاكاديمية في كل يعني في كل نواحي وفي كل المسؤولين في مصر وفي الأمة العربية بل على المستوى الدولي الحمد لله الاكاديمية يعني رغم جائحة كوفيد والتجربة العظيمة يعني أنا شخصيا فخور بيها التحدي كان كبير جدا في خلال العامين الماضيين زماي اللي كانوا موجودين معنا هنا وزماي اللي تخرجوا كانوا يعني فعلا نموذج للشاب اللي احنا كلنا بنتمناه في أي جامعة كانوا في منتهى الجدية في منتهى الإخلاص استطاعوا من خلال يعني التعاون والالتزام الكبير انهم يتخطوا عقبة كبيرة جدا بحيث كل شيء تم استكماله كما كان مخططا بل بالعكس يعني الأكاديمية كانت واحدة من أفضل الجامعات اللي قدرت فعلا تكون بتؤدي كل الزماية كل استحقاقات للطلاب في هذه المرحلة الحارجة طبعا ده أكيد بفضل كوكبة متميزة من العاملين في الأكاديمية في كل مكان في كل الأفرع ونخبة متميزة من أعضاء التدريس بقول لكل زمائلي أسر الأكاديمية كل صنعهم طيبين وإن شاء الله ربنا يحفظكم وبإذن الله يكون عام مليء بالإنجازات مليء بالنجاحات أنا عايز بس أقول لولادي إن رغم كل تحديات الكوفيد الفترة اللي فاتت الأكاديمية في تصنيف دولي كبير اسمه الكيو اس يعني أول جمعة في مصر على أرض مصر تحصل على كيو اس فايف ستارز كانت أكاديميكو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحر لأول مرة في تصنيف التايمز البريطاني الأكاديمية يكون رقم 880 على العالم في بيئة التعلم في الويبوميتريك رانكينج دايما بنتقدم إحنا السنة دي بين 2075 ما بين 31 ألف جمعة على مستوى العالم وده يعني تقدم كبير جدا وتقدم ملحوظ جدا مقارنة بما كانت عليه الأكاديمية فيما سبق الأكاديمية في خلال أولمبياد توكيو 2020 أبناءها حصدوا ثلاث ميداليات ثلاث ميداليات وده يساوي بالظبط نصف عدد الميداليات اللي حصدها أبناء الجامعات على مستوى مصر كلها فطبعا ده شيء بنفتخر به بنعتز به أطلقنا استراتيجية جديدة للتعليم تبارا من يوليو الماضي استراتيجية بتاخدنا لإن شاء الله لما بعد الكوفيد استراتيجية بتاخدنا للريادة استنادية استراتيجية بتحولنا إن شاء الله إلى جامعة ذكية هياخد وقت لكن إن شاء الله ننجز هذا سويا إحنا طبعا أكيد كلنا نعي أن الكوفيد لم ينتهي لكن أنا واثق في أولادي واثق في قدرتهم كلنا هنكون يعني مستعدين من خلال إن احنا كلنا لازم نكون حرصين على نفسنا وحرصين على كل زميل لنا وكل أستاذ لنا الحمد لله الأكاديمية قامت بذور كبير الفترة اللي فاتت حمل التطعيمات على مستوى جميع الأفرع سنستمر في ذلك لغاية من شاء الله يكون كل من هو في الأكاديمية طالب موظف عضو هاي تدريس منتدب يكون الجميع إن شاء الله بحيث يبقى كلنا متطمنين على بعض كلنا إن شاء الله نأمل خير في العام الدراسي القادم بقول لكم على بركة الله برحب بيكم بقول لكم عودتكم تاني للأكاديمية وببدء الدراسة هو شيء بنعتز به شيء بنفتخر به هو ده الشيء اللي بيسعدنا بقول لكم كل سلامهم طيبين بتمنى لكم عام دراسي متميز كل نجاح وكل توفيق على بركة الله كل سلامهم طيبين أطيب أمنياتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته